اشتركوا في القناة حرف التراثية في نسختها العاشرة والذي ينظمه معهد الشارقة للتراث ويستمر على مدار يومين عن برنامج وفعاليات منتخل حرف التراثي سرنا الترحيل بسعادة الأستاذ عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث مساء الله بخير بوسيف بوسيف حياتك الله عشر سنوات بوسيف الآن والمعرض هذا مستمر استمرار عشر سنوات لا يأتي من الفراغ يأتي أكيد على التجديد والنجاح يعني لو يسأل سائل ماذا يعني هذا البرنامج وماذا يعني هذه التظاهر التراثية أو الحرفية يعني مثل ما تفضلت عشر سنوات في معهد الشارقة للتراث أو نقول الشارقة تغطي الثقافة من جوانب عديدا التراث الثقافي عارف فيه الأدب الشعبي والعادات والتقاليد ويعني الموسيقى والفنون الشعبية والحرف اليدوية والتراث المادي مثل ما يسمى كل الفعاليات تغطي الجوانب الأخرى إلا الحرف نعم قبل سنوات وجه صاحب السمو حاكم الشارقة بتأسيس مركز الحرف الإماراتية في منطقة التراث وتم تأسيس هذا المركز ببعض الحرفيين ومن النساء بالذات هذا الملتقى يحاول أن يتلمس بعض الأمور الخاصة بالحرف والتي تكون عرضة للاندثار أو عرضة لكثير من الأخطار في هذا العام نتعرف السنة الماضية كنا عاصمة السياحة العربية وتم الاهتمام بهذا الجانب الحرف والسياحة وغيرها قبلها أيضا كنا في عاصمة الثقافة الإسلامية وركزنا على الحرف الإسلامية هذا العام نركز على الحرف الإماراتية فقط وفي مجال محدد وهو الحياكة والتطريز لأن هذه الحرفة كانت إماراتية خالصة وبامتياز وسلمناها لغير الإماراتيين لأن كل ما نلبسه لا يفصله الإماراتيين ولكن هو أساس الحرفة أولا ستر ثم وجاهة وثم هوية أيضا هذا الزي الزي دائما يدخل في هذا المجال وكثير من البيوت كانت مفتوحة بسبب الحياكة والتطريز التلي وغيره تطريز البشوت وغيرها من الأمور إن شاء الله في هذا الملتقى غدر إن شاء الله هناك معرض جميل يعني أدعو الناس لزيارته وأيضا ندوة فكرية فيها أربع جلسات عمل تحول يعني الحرف إن شاء الله أنت طبعا قسمت الملتقى مثل ما ذكرت إلى ندوة ثقافية وكذلك أيضا المعرض يعتبرون يمكنهم شقين أساسيين لهذا الملتقى برمته هل يعني يتوافق ربما أو يتجانس ما يعرض في معرض الحرف مع ما يقدم في ندوة ثقافية كيف يتم تنسيق بين هذين الجانبين طبعا المعرض مخصص فقط للحياكة والتطريز وحاولنا يعني نركز على بعض الأمور الخاصة التي هي خياط الكندورة، التطريز التلي، نسج الزربول وهو كان أيضا ملبوس مهم عند العراب والبشوت في الندوة الفكرية هناك أشياء خاصة بالحياكة والتطريز وهناك خاصة ببعض الأمور المختصة يعني إنقراض هذه الحراف بالآفا هناك ورقة عمل يقدمها أحد الأساتذة وهي دراسة لواقع الحرف في الإمارات بشكل عام على الملابس بس بوسيف الثياب فقط لا الأوراق العمل طبعا منسوجات مثلا السجاد الأشياء هذه الأوراق العمل تتكلم عن الحرف بشكل عام الملتقى عموما الملتقى أن الحياكة وتطريز فقط وهي خاصة بالملابس بالملابس فقط يعني السجاد وغير احنا ما كان لدينا سجاد عموما لا قصد على القطع يعني السوفية أو شيء لا يدخل فيها بس الزربول اللي هو الصوف لأن اللي يعني يسوون الزربول يمكن يسوون الخيمة وممكن يسوون الساحة وغيرها والسناح وغيرها من الأمور لأنك أنت ذكرت التطريز ما عرف يعني هل نحن ممكن نكون مثلا في قدم العراق لأن العراق مثلا مشهور بسالفة تطريز البشوت خنا نقول البشت الشارقي كان في الشارجي موجود وكثير من الأمو يعني الناس كانوا في هديتش لي يعني أنا ما أدن أنت أي أيام تقصد لكن عموما الحياكة مرتبطة بالإنسان بتواجد الإنسان عموما طبيعي هي إذا الإنسان هنا موجود من ألفين سنة أو مثلا تالف سنة معناها كان يلبس لأن حديثك على الموضوع هذا بسيف أنه قديم الشيء هذا كان قديم وبعدين بدأ أن يندثر بدأ أن يتوقع طبعا الإمارات الهجرات القبلي اللي فيها فيها من عرب الحجاز وفيها من أهل الإحساء وفيها من أهل نجد وفيها من عرب الأزد وفيها من يعني إحنا خليط من الهال وكل حدياي بثقافة ثقافة وبحرفة وغيرها وتكونت وأنا أتكلم عن مئات السنين جشارج يعني ذكرها من القرن السادس عشر وقد يكون من قبل ذلك أيضا صحيح الحياكة موجودة الأسواق موجودة والناس تلبس يعني البدوي كان لازم يحيك بيته يعني يسوي خيمته يسوي يعني سروج الدابة أو يعني إشداد المطيئ نفردات المنزل بالكامل هي من صناعة النسوة هناك أو المرأة عموما المرأة كانت هيع فكرة مختصة بالخياطة عموما يعني كانوا فيه حريم بس يخيطن كان حريم بس يسوي الفروخة كان حريم يسوي القحافي يعني من الأسر الموجودة عندنا عائلة النساج وهي النساج يعني النساج 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 اللياء ما تنفر اللياء الجيم نعم فالنسيج كان موجود الغزل الصوف كان موجود السدو وغيرها من الأمور الحياكة قديمة جدا والتطريز قديم جدا مثلا ما عندك حرير انت استورت حرير من حرير الهند ولا من حرير بلاد ما وراء النهر ولغيره لكن خطه نين صحيح جاءت الأقمشة بيضة نصبغته نين صحيح صبوناها بالرمان صبوناها بالورس صبوناها بالزعفران يعني بهذا إذن كانت استوي عمليات كثيرة لها علاقة شو بالزي نفسه صحيح يعني الحياكة يمكن مثل ما ذكرت بوسيف هي ما تشمل فقط الزي الذي يلبس لكن هناك أدوات عديدة كانت تحاك ربما أو الأدوات التي كانوا يستخدمونها سابقا لكن هذا الشيء تطور كذلك أيضا من مرور الزمن ركزت على هذا الشيء في المعرض يعني مثلا دخلت يمكن أحمد أدوات جديدة مثلا للحياكة وكذلك أيضا مكائن ربما دخلت للخياطة ركزت على أي حقبة بالتحديد ما قبل ذلك ما قبل دخول الآلة أو بعد دخول قبل دخول الآلة لأن نحن نتكلم عن الحياكة التقليدية لكن المعرض عموما يعرض المنتج بعد ما خلص كنت قبل فترة كنت نتكلم عن موضوع تطوير مركز الحرف الإماراتية نعم وذكرنا أحد المجتمعين ذكر موضوع الحرف اليدوية فكان معنا أحد يعني الأخوان العرب فقال لا تقولون يدوية لا يوجد شيء بالإيد الآن كل شيء بالمكاين مثل ما تفضلتي الآن التطريد حتى فيه أشياء مثلا شيء شبيه بعمل التلي وغيره لكنه لا يدوي يعني بالمكينة صحيح وأحيانا بالرسم حتى صحيح أحيانا الآن دخلت مثلا الفصوص على التطريز وغيره حتى على الأزياء الشعبية والأزياء الشعبية نعم تكلم عنها بوسيف الملاحظ أنك أنت في هذا الملتقى وفي هذه الدورة لا تتكلم عن الحياكة كحياكة نقول الحياكة والتصميم والتطريز التطريز كان في خطأ يعني كان مثل الآن الوقت الحالي أنه فيه فكر فيه تصميم فيه شكل معين يظهر في الآخر شوف يعني قبل الطفل يسوي له مثلا سبوحة هي شبيهة في الكندورة العربية هذه ما يعني جدا بسيطة في الصيف مثلا يسوي الكندورة الململ الململ لا القماء القماء شوية نفس الشربة يسموني شربة أو الململ كان من ضمن الأول ما بدأت الناس تعرف الكلر بدأوا يسوي الكلر لأنه أدفى خاصة في الصيف في الصيف في الشتاء كانت الناس تلبس كندورتين كندورة تحت تكون أضوغ شوي وتكون ما فيها الرقوم مثلا والكندورة الثانية اللي يلبسونها فوق اللي هي الغليظة وهذا عوضا عن الكوت أو الجاكيت أو غير أو حق الملبوس القطن اللي يكون دائما تحت الكندورة هذا يمكن يبعد عقب عوضا عنها يعني أول ما يالكوت بدأت الناس تلبس كوت صور الأولين كلها فيها كوات بدأوا يلبسون الواركوت وبدأوا يلبسون طويل هاي الواركوت طويل ويعني حكاية الإنسان والذي حكاية ترى جدا جميلة الشعر الشعبي كان يتكلم يعني راشد الخضر شي يقول يقول يوم يقول سنقباسي يناشي للراسي والهوى يلوي على زلوفة خوروا له ثوب مدراسي واستحى الخوار من يوفى يوم يشرب ماء من الكاسي من ترافة ينبه تشوفها تكلم عن كثير من الشسم يعني الشي يقول 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 ياني يسحب مداسة نحن تكلم عن جزئية من القدم ياني يسحب مداسة تمام لابس قرمز حرير مفتاح قلبي حاسة ترفي الشباب صغير أول يغازلون عدل أول ويالزين يلابس كلوش وغيره من الأمور يعني على فكرة تدرس يعني تدور هذه المفردات الخاصة بالزياء وغيره الشعر الشعبي يحملها كلها طبعا صحيح الألوان القرمز اللون القرمزي اللون المدريل يعني الدمني غيره من الأمور فهذا دليل أن الزي يرتبط بكل العلاقات الاجتماعية صحيح طبعا يعني قبل يقولون شسمة البس أصفر وجاب لعدوك المعنى اكتشفوا الآن أهم شيء لمجابهة الخطر هو اللون الأصفر والله زين خبرتني أهم شيء لمجابهة الخطر لنسبوك نلبس كندورا صفر اللون الأصفر البسير عند حيدر زين زين عندك يقول شقايل عند في يعني وقت من الأوقات الناس تحس فيه أنه حر وتبدي تخفف الكبار في السن حتى هذا الوقت اللي هو شوي قاسي في حرارة يلبسون فيقولون شو يقولون أظهر بالحاف ودخل بمهاف أظهر دوم تلحف ولو أنك تدخل وحر ويستخدم المهفة لكن براي أظهر بالحاف ودخل بمهاف كثير من النصائح الاجتماعية التي كانت تتوجه يعني تأخذ من الزي هذا الغطاء أحيانا الزي يقال من ناحية التورية يعني ما يبقى يقول شيء مباشر يتكلم عن تورية فيها زي وغير يعني ما بين السطور يعني في العرب يقول لبس عليه حتى الصور القديمة تشوفها في أز الصيف الريال هذا كامل أناقته كندورا ولون الكوت من نون الكندورا تكون شوية غليظ وبشت وغترة شوية تكون غليظة وفي الصيف كثير كثير من الآن كثير من الأزمات التي قد تصيب الناس من ناحية المرض من ناحية نفسية هو موضوع ابتعادهم عن الثقافة الشعبية التي موجودة يعني الثقافة الشعبية هي تعليمات وتجارب وحكمة لناس سبقونا نحن الآن لا ندر حيانا نسأل عن المسببات نسأل عن الأشياء ولكن نكتشف عقب أن لا صح والله اللي قاله الجماعة صحيح يعني هو اتقاء أو مثلا ما يقولون استباق عندهم نظرات استباقية اللي ما قد يحصل بالضب صحيح خلنا نشوف تقرير ياكب السيف عن منتقى الحرف في دوراته السابقة من ثم نستكمل حديث نعن توكل بالتقليدي قيمة ثقافية واسمة تتميز بها الشعوب عن بعضها بعضا فهو الارث المستمد من الأجداد وعنصر مهم لتعزيز مفهوم الهوية الوطنية والحفاظ عليه وهو ما يبرز في تمسك أبناء الإمارات بهذه الملابس التقليدية من خلال موظبة الجهات المختصة وبالتعاون مع أبناء الدولة المخلصين في تنفيذ الملتقيات التراثية التي تحيي جسور التواصل مع الماضي للعيش بين الآباء والأجداد ولبس أجمل الثياب المصنوعة من أنامل الجدات موسيقى من منطلق إحياء التراث الإماراتي ينطلق يوم غد ملتقى الحرف التراثية بتنظيم معهد الشارقة للتراث وتحت شعار الحياكة والتطريز في الإمارات الذي يستمر على مدار يومين موسيقى يتناول ملتقى هذا العام الحرف التراثية الأصيلة في الإمارات مركزا على محورين أساسيين هما معرض الحرف والندوة الثقافية فكما هو نهجه في الدورات التسعة السابقة يطلق ملتقى الحرف التراثية الدورة العاشرة لنشر الوعي بأهمية صون الحرف التراثية وتأصيلها بالدعم المادي والمعنوي لأنماط الحرف التراثية والتأكيد على دورها ومكانتها في الحفاظ على خصائص الثقافة المحلية وتطوير استخداماتها كما يركز على تشجيع الحرفيين وتدريبهم والمساهمة في الارتقاء بمهاراتهم وتحسين مستوياتها ملتقى الحرف التراثية ماضي الأجداد يحييه الأحفاد حياكم الله من جديد المتواصلين وياكم مرحب مرة أخرى بضيفنا سعادة عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث بوسيف الآن أنتم على مدار تقريبا كم يوم سيستمر الملتقى؟ يومين يومين أبرز الحرف التي ستكون موجودة بوسيف البشت الكندورة الفروخة الزربول طيب يعني نحن بنعتبر معهد الشارقة للتراث أكاديمية في هذه الأيام طيب هل كان في فكر في المستقبل الماضي؟ هذا يمكن السؤال يمكن خارج عن عوضونا هل فكرت مثلا بوسيف طيب إذا أنا أستضيف المهرجان هذا أو الملتقى هذا لهذه السنوات لماذا لا تكونون أكاديمية مؤتمدة في تعليم الشيء هذا؟ نحن بالفعل يعني لا تكون دائمة هي برنامج الدورات وغيرها لكن الآن هناك تعليم نظامي كامل بيكون الآن في الإجراءات وفي أساتذة موجودين وكل شيء يعني معروف هي تعليم كامل بيكون بدينه من خلال الإيكروم تعرف أنت من الإيكروم لهم مكتب إقليمي في المعهد نعم في الشارقة صحيح الإيكروم الآن يعني بتوجيهات من صاحب السمو الحاكم تم توجيه جامعة الشارقة لقبول برنامج للإيكروم لإعطاء دبلوم عالي وماجستير في التراث الثقافي المادي فالآن موجود التخصص خلاص موجود معتمد في جامعة الشارقة من خلال الإيكروم الآن نحن نشتغل على الشق الثاني التراث الثقافي غير المادي ويدخل من الخبرات والمعارف هل كنتم مشرفين على هذا التخصص بإشرافكم هل لكم علاقة مثلا في التخصص هذا؟ هذا الآن قلت لك الإيكروم وجامعة الشارجة الآن الإيكروم وجامعة الشارجة والإيكروم قلت لك وجودهم في المعهد نحن الآن شغالين على الجانب الآخر جانب غير المادي اللي هو المعارف التقليدية الأدب الشعبي وغيرها لكن الدورات من السنة الماضية خرجين دورات كثر اللي كانوا من المعهد فهو المعهد طبعا حتى من أسباب إنشاءه اللي هو الجانب الأكاديمي التعليمي التدريبي والجانب العملي التطبيقي وجانب الفعاليات والأنشطة بوسيف نحن نتكلم عن المعهد كأكاديمية مثل ما ذكر أحمد لكن يمكن تأثير كذلك أيضا تعليم هذه الحرف اليدوية حتى الحياكة نفسها بيكون أكثر تأثيرا إذا دخل المدارس يعني نحن نعرف أن هناك أنشطة لا صفية وايد تقدم أو تعطى للطلاب بعض هذه الأنشطة الصفية تركز على الرسم والحياكة ويعني بعض الأشغال اليدوية التدبير المنزل اللي كان حصص المجتمع الآن هناك أنشطة ربما أو حتى معارض يعني تكون على حسب طبعا منهج المدرسة سواء كانت مدارس خاصة أو مدارس حكومية في بعض الأنشطة الصفية لكن ممكن تكون هذه الأنشطة تركز على التكنولوجيا أكثر تركز على الأشياء اللي يديدة حتى المعارض التي تقام على مستوى المدارس مدارس منطقة الشارجة التعليمية أو حتى مدارس الدولة بشكل عام لماذا لا يكون هناك جزء من الحرف يقدم في هذه الأنشطة الصفية أو يعني تقام معارض على مستوى المدارس لنا تجربة في الموسم الدراسي قبل الإجازة بدأنا قسم أنشأناه في المعهد اسمه قسم ثقافة الطفل ثقافة الطفل ثقافة الطفل وهذا القسم خاطبنا أيضا المجلس الشارق للتعليم وبينه يعني تعاون طيب الحمد لله بدأنا عدنا فريق عمل متكامل يتعامل مع مركز الحرف الإماراتي التابع للمعهد يأخذ حرفيات ويوديهم مدارس جميل ويسوون كثير من الأمور يأتينا مبادرة أيضا من المنطقة التعليمية بأن نأخذ باص ونسوي مثلا متحف منتنقل وفيه حرف والباص يكون متحف يسير للناس وأيضا موجود على الموقع الإلكتروني يعني في المعهد والباص يشتغل أيضا طول فترة هذا يعني خممتوا الباص من داخل داخل متحف فيه دماء وفيه حرف وفيه يعني كثير من الأمور ممكن تستضيف المدارس وحتى المؤسسات وهذا يصير يعني إذا الطلبة ما يقدونه أيون 20 أو 40 طالب لا هذا يصير يشوفون 400 طالب فهذا الباص صار طبعا إن شاء الله فيه خطط مستقبلي لإنشاء متحف متجول إن شاء الله أو مركز يعني فعاليات متجول أيضا صاحب السمو أم يعني وجه المعهد بأن البيت الغربي في منطقة التراث نعم أنه يتحول إلى مركز للأسابيع الثقافية للتراث العالمي جميل وهذا بيبدي شغل على فكرة من الشهر هذا إن شاء الله الآن جاسي نعيد كل شهر بتي دولة تسوي أسبوع لتراثها الثقافي وهذا أيضا بيفيدنا في تبادل الخبرات مثل ما سوت المملكة المغربية في بوظبي من فترة يمكن إحنا بدينا في أيام شاغ التراثية الذكة يعني من 15 سنة بدينا ننيب ناس ونيب الدول ونسوي أروقة الرواق السواحلي الرواق المغربي الرواق المصري تعرف الرواق يعني في يوم الشارقة كانت عصمة الثقافة الإسلامية كان شعارنا التراث التراث الثقافي خيمة واحدة ويبنى خيام من كل الدول من قرقزستان من داغستان ويعني تجربتنا قديمة في الشارقة والشارقة أصلا لها أسابيع ثقافية دولية من التسعينيات الشارقة تخرج برعاية وحضور صاحب السمو حاكم الشارقة ويعني تعمل ما يسمى الأسابيع الثقافية فوجهت صاحب السمو بأن يكون أسابيع ثقافية لكن هذا البيت يسوي أسبوع ثقافي في الشهر باقي الشهر برامج مخصة للأطفال نعم قسم ثقافة الطفل عنده برامج كثيرة ورش تعليمية الأطفال يتعلمون اللي يعني يحببهم يعني بدل ما يسوون كندورة يسوون كندورة لدمية يعني عندهم عرايسة صغيرة يلبسونها كنادير يعصبونها يسوون من كربة النخل من الألعاب الشعبية بعير يرى يلبسونه يحطون عيش داد وغيره فنسيف قبل أن نختم وياك يمكن الوقت وايد سعافني يمكن هذا أيضا خارج عن الملتقة ولكن بسيف إحنا اللي يتابعك على الإنستغرام يرى جولات كوايد في البرتغال في المغرب ترى ثقافات الدول هذه طبعا ما ردت فعلهم عن تراثنا نحن وعن ثقافتنا ما يقولون يعني الدول الغير العربية الأجنبية غير العربية تكن يعني حب واحترام كبير للتراث العربي وكان عندهم خلط تعرف أنت المد العثماني وهالأميات السيني كان يفتكرون أن نحن ترك وأذكر وحدة من التقيت فيها في زيارتي الأخيرة لمقدونية نعم صحيح تقول لي أنا كنت يعني مبهورة ويتقول لي وجدت بعضهم يعني أنت تعرفت الشخصية التركية عنيفة وفيها كثير من المعنف والتسلط يعني يا تكون هي يعني تدوس اللي وياها يا لا وهذه الشخصية التركية يعني الشخصية العربية اللي بنت الأندلوس واللي بنتها الحضارة الجميلة فيها مرونة جميلة طبيعي بالرغم من أننا قد نكون أصولنا يعني أننا علاقة بالبداوة وغيره ولكن يعني نحن يعني متواعين أكثر ويعني نمتزج بالحضارة ولكن نبني أيضا حضارة هذا ما يعني صار قالت أنا كنت أحب هذا وتعلمت التركية شفت أنها ليست باللغة العربية وبدأت أتصل بالأتراك وكشفت أنهم لا يحبون يعني العرب وقالوا لا الترك قالت حتى تقول المقابر للمسلمين في مقبرة يسمونها للمسلمين ومقبرة للترك وقلت ليش أنتم ليس مسلمين قالوا ليس مسلمين بس هذا لك عرب هناك هذا واقع موجود في رومانيا في مقدونيا في كثير من اللواء أنت تعرف الترك الجنس الوحيد اللي دخل الإسلام وحاول يغير حتى الأذان سوى باللغة التركية هم الوحيدين من الأمم غير العربية الأعجمية اللي حاولت تغير الأذان كان فيه سيطرة كبيرة نعم هم لا عندهم الدولة العثمانية حتى هذه الدول اللي ذكرتها يعني بوسيف مرتبطة أكثر بالدولة العثمانية يعني ما لا علاقة بالثقافة العربية هم ما يدرون لأن الخط مثل الآن فارس تكتب الخط العربي اللي هو النس تعليق أو خط الفارس وهذا لكن يكتبون أيضا بالخط العربي هذا يعني الأمر لكن بعد ما يعني الله يطلع عمر صاحب اسمه الشيخ السلطان يوم بدأ هاي موضوع الأسابيع الثقافية اليابان كوريا ألمانيا أعطاهم الصورة صحيح أرمينيا الشارقة تدخل إلى هناك وتقدم الثقافة العربية بروحها نحن أهل البياض وأهل السماحة والوسطية والبساطة في الحقيقة صحيح صحيح فهذا كان يقول ها تعالي صح أنتم العرب ما بهذه لك نحن ما بأصحاب العمائن صح نعم نعم فأنا أعتقد الجهد الكبير اللي تقوم بالشارقة بقيادة يعني صاحب السمو حاكمها جهد فيه كثير من التنوير وكثير من إزالة الغبار الصدى والغبار اللي كان يغطينا نحن دائما نيب بعد ذكر العثمانيين والترك وبعد ذكر هذا حتى العلماء اللي هم الآن بدأت كل دولة تنسبهم لا هذا والله الخوارزمي إنه هذي لا تكلموا بلسان عربي وغيره الأصمعي كان يقول كل ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم وأيضا العربية وعربية اللسان هذه العرب هذه ثقافة ثقافتنا ثقافتهم يبقى يصير يقول بالفارس ويقول بالتركي استانستمودي وياك بوسيف وياك صحب العاف ما قصرت يا بوسيف ندعو الناس إن شاء الله يونا باتر وورا باتر سواء لحضور الماء المعرض جميل ومغري لأن المعرض متحفي وين بيكون موجود بوسيف في المعهد إن شاء الله في المدينة الجامعية والجلسات أو الندو الفكرة أوقاتها من التاسع صباحا إلى الثاني ظهر إن شاء الله نعم ولمدة يومين يومين لحضر إلى اثنين هذه دعوة مفتوحة كل شكر لك بوسيف هذه دعوة مفتوحة من مشاهدين بالتأكيد لحضور هذا المعرض اشتركوا في القناة